داماً للمواطن الفقير وتضييقاً على تجار الأزمات وزارة التجارة تحافظ على توزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل مستمر وبأنواع مختلفة ومن ضمنها بيض المائدة الذي وصل سعر الطبقة الواحدة إلى سبعة آلاف دينار أما الآن فلا يتجاوز سعرها أربعة آلاف نحن بادرنا بتوزيع السلة الرابعة من المواد السكر والزيت والرز والبقوليات ومعجون الطماطع مما أدى هذا التوزيع إلى استقرار السوق وتنزيل الأسعار في السوق المحلية كذلك قمنا بتوزيع مفردات السلة الغذائية الرعاية الاجتماعية كذلك توزيع مادة البيض المائدة هذا مدى إلى أسهام كبير تنزيل البيض وصلت الطبقة إلى أربعة ونص أو أربعة لربع بالسوق المحلية المواطنون في محافظة الأنبار من ذو الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل أبدو ارتياحهم جراء توزيع البطاقة التموينية كاملة وفي وقتها المحدد كونها أسهمت في مساعدتهم واستغنائهم عن شراء مفرداتها من الأسواق أسهمت الوجبة الغذائية التي توزعها وزارة التجارة في خفض الأسعار للأسواق ومساعدت المواطن على الحاجات المواسطة التي يحتاجها وطبعا يحتاج إضافة بعض المواد إلى الوجبة الغذائية حتى لا يحتاج المواطن بعد السوق وإن الثرع السوق تأثير مباشر وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها وزارة التجارة مدت يد العون لأصحاب الرعاية الاجتماعية من خلال تسليمهم حصة إضافية لمساعدتهم تضمنت الحليبة والبقوليات ومعجون الطماطم وغيرها من المواد الغذائية الأساسية من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة